اشتركوا في القناة بتتحقق على أرض الملعب تغييرات أو اختيارات كيروش عليها علامة استفهام كبيرة جدا عدم إرايته للشوط الأول حقيقة والمشاكل كتيرة اللي موجودة فيه عندنا مشاكل كتير جدا عندنا مشاكل في التسليم والتسلم عندنا مشاكل في الضغط على الخصم عندنا مشاكل في التحرك بدون كرة وعندنا مشاكل في عناصر جوه الملعب أنا مش عايز بين الشوطين طبعا يعني أكلم وأقول ده لكني بتقول لي كل الناس شايفاها يعني أنا قاعد بتفرج مع الزملائي في قناة النادي الأهلي على الشوط الأول كلنا متفقين أنه فيه غياب لإسمين تقريبا مش موجودين ممكن يكونوا مرهقين ممكن يكونوا المباراة صعبة عليهم ممكن تكون أسباب كتيرة جدا بس اللي صعب علينا إحنا وإحنا بنتابع أنه الجهاز الفني ما يبقاش شايف ده على كل أحوال زي ما تعودنا في البطولة كلها يمكن المنتخب ما بيبدأش يلعب إلا في الشوط التاني ونتمنى أن مقولة الشوط الأول الشوط اللعبين والشوط التاني شوط المدربين تتحقق وميستر كيروس شقرة ويعالج المشاكل الموجودة عند منتخبنا هنتبع مع حضراتكم على مدار الحلقة الشوط التاني واللي نتمنى إن شاء الله أنه المنتخب يكون قادر فيه على حسم المواجهة والتأهل للمباراة النهائية بس خليني كمان في البداية أطمن حضراتكم النهاردة كان فيه مرحلة ترجمة نانسي قنقر